أصعب المراحل اللي مرتوا بها في حياتكم أصعب المراحل مرحلة اللي كنتي بتبقي عندها وقفة ما بين إنه وإحنا فعلا هنكمل وكملته أصعب المراحل ما كانتش أبدا ليه علاقة بين الحاجات القدرية الخارجة عن إطارنا يعني يمكن فترة مردي دي كانت أصعب فترة مرت علينا مع بعض لأن كان مرض شديد جدا أصبت فيه بالسرطان والأورام طبعا يعني من الحاجات اللي بتدمر الإنسان وبتدخلنا في دايلاما تحدي بتهدد كل البيت كنا حريصين في الوقت ده إن إحنا نبقى متماسكين جدا كنا حريصين إن إحنا نحاول نعبر التحدي ده طبعا يعني سبحان الله نربنا الداني القوة ومنح إيهاب الحنان والعطاء لاستعابي وإن هو يبقى واقف معي وفي ظهري وربنا رزقنا بحب العيلة والأصدقاء اللي قوونا في الفترة دي أنا بعتبر إن ده من أصعب التحديات اللي مرتبت بها مع بعض علشان كمان كل حد بيمر بهذا التحدي يعرف إن ربنا كبير وإن إحنا ممكن نبقى كويسين وعدي لكن وقوف الرجل جنب زوجته في الوقت ده يعني يمكن من أكتر الحاجات اللي بتبين أصله الطيب واللي بتخليها بقى طبعا طول حياتها تمنح له كل حاجة يعني لا بقنا نتكلم دي فلوس مين ولا بقنا نتكلم على تفاصيل صغيرة لإن إحنا مرينا بعائق يهدد الحياة فما فيش حاجة يعني حسيت بعد كده أن حتى رحيله ما بعدناش عن بعض إيهاب معايا طول الوقت أنا عايشة معايا وهو موجود في حياتي لآخر يوم لغاية ما ربنا يكرمني وقابله فلللدرجات دي المواقف الصعبة آه بتبقى تحديات جدا لكن لا يعني هو زي ما بقول إن الأهل صلة دم الشريك الحياة اللي أنت مختاراب بنفسك وهو مختار بنفسه ممكن الرابط بقى أقوى من أي حاجة لأنه بالاختيار أكيد